المتحان الوطني كنت فيه توجيه ديال المؤسسة وطائر ديال المؤسسة ودعم النفسي ديال العائلة حتى هو ما كان قول هذا شيء كامل كدخول في المجهود الذاتي من غير الخدمة ديال الاساسي ديالك في المؤسسة ولو بدخلص يكون واحد مجهود خاص بشأنك تزيد دعم التطور وتقوي راسك بصراحة الأجواء كانوا كانوا سليمين ملائمين داخل قاعة الامتحان الوطني الحمد لله ما كان حسن شي مشكل قدرت أنني نشتاز المباراة بشكل مزيان نتيجة التجربة الشخصية ديالي كانت مزيانة الحمد لله تلقيت هذا الخبر كانت لفرحة كبيرة بزاف مش غير فرحة ديالي فرحة ديال العائلة ديالي ديال المؤسسة كاملة اللي كان أعتبرها كعائلة تانية بالنسبة لي وكان وجه لهم الشكر من هذا المنبر هذا هذا النجاح كرجع أساسا لهم أنا عندي من ديما واحد الميول للمجال طب إذن واحد المستقبل في هذا الميدان هذا غضي يفرحني إن شاء الله أنا لم أفكرتش في هذا البعد كامل ما عرفتش تخصوص اللي بغيت ندير ولكن جرحة ديما غياب هو واحد الميدان اللي بزوين اللي باقي خاصوية إكسبلواطة سواء على الصعيد الوطني سواء خارج الوطن إذن مهم لك شكي بقى المستقبل اللي بعيد شوي نحن جد سعداء بهذا اللقاء هذا اللي قد نضرب فعلا هيبا قاسمي تلميذة نجيبة اللي حصلت على على معدل المستواجهات الرباط سراقوني طيراء واللي هو تاني معدل وطني تسعتاش وواحد وخمسين في المسلك ديال العلوم فيزيائية خيار فرنسية تلميذة هبا في الحقيقة هي كما قلت سابقا كاملة الأوصاف لأنها تيميذة خلوقة مؤدبة مسؤولة تيميذة نجيبة المسار الدراسي دياله لأنه بدأت معانا من الإعدادي من التنويل الإعدادي وكانت دائما موفقة السنة الماضية كانت السنة أولى باكوريا حصلت على أعلى معدل في الإقليم وتاني معدل المستواجيات سعطاش خمسة وسبعين وهذه السنة كان عندنا هذا الحدث وهذا الأمل أنه ستحقق واحد أعلى معدل على المستواجيات وعلى المستوى الوطني فتزقلت على المستوى الوطني بواحد زرو بيرقل شي حاجة مش مشكلة كان نفرح وحتل البنية الأخرى اللي حصلت على أعلى معدل وليدت المغربة كلهم استهلوا فهي با قسمي نموذج ديالتلاميذ اللي هو كنا أعتبرون نموذج تنميد اللي متخلق مسؤول وكعطي نتائج متمرة محبوبة من طرف الجميع من طرف جميع زملاء ديالة والزميلة ديالة في الدراسة من طرف التاقم الإداري والتربوي من طرف العائلة ديالة أنا كنقول هذا الاتمار اللي حصلت لي الآن وهذا النتيجة هذي ما جاتش من فراغ بل جاتب واحد مجهود مجهود فيه تضافر الجهود أولا كمجهود شخصي ديالة هي كتيميدة نجيبة ومجدة ومنضبطة وكين مجهود كذلك ديال العائلة ديالة اللي مواكبة معها ومدعمها ومساندها وكين مجهود يسدى الأساتيدات الطاقم الإداري والتربوي في المؤسسة ديال ألفا والسدى الأساتيدة ديالة بالخصوص سواء ديالة السنة الثانية بكاروريا والسنوات الماضية لأنكين تراكم دابا الآن بشك نحصل لها وحد نتيجة والفضاء والمناخ اللي كتشتغل فيها هيبا اللي والمجموعة التربوي ألفا سواء السدى المؤسسين ولا التاقم الإداري والتربوي كله كيوفر واحد الفضاء اللي كيخليه تلمد أنه مرتاحين ويشتغلوا وكانشتغلوا على واحد المجموعة ديال الأهداف اللي هي مصطرف حقيقة في سياسة تعليمية ديال الوزارة ولي جات في الخطابات ديال صاحب الجلالة اللي كتتتتتتر على الجودة وعلى التمييز وعلى الإنصاف وعلى الفورة ترجمة نانسي قنقر